هو استرجاع الأموال منهوبة التي نهبها أصدقاء وزملائه ومن أتى به أصلا إلى كرسيا بأسر واحد من الضالعين في نهب مال الجزائرين أنت تتكلم يا أستاذ الكريم عن رقم فلكي 1200 مليار دولار 1200 مليار دولار يعني تريليون فاصل اثنين رقم فلكي ولا يكفي هنا حبس المتهمين بالسرقة الحداد ويحيى وغيرهما والله من مقاصد الكبرى للعقوبة أن تردع المخالف ترد الحقوق وتعطي العبرة للآخرين هذه مقاصد العقوبة سواء في أي قانون وكل الأحوال كانوا محبوسين حينها يعني ما في شي تحقق جديد لم يتحقق الآن هي القباء يعطي صورة وهمية مزيفة للعالم بأنه يقتص من المجرمين أو ما يسمونهم العصابة من ناحية ومن جهة أخرى دوره الرئيسي في إعادة إنتاج هذه المنظومة والتكريس أركان الإنقلاب عليها ممثل في التنكيل بالشرفاء من الجزائريين حتى اليوم تشوف مثلا يصلت على كريم طابو السجن سنة ويصدر حكما في حقه وهو مريض في المستشفى ولم يحضر للمحاكمة وعلى صعيد آخر حتى اللي خرجوا يعني أخلت المحكمة سبيلهما أتكلم هنا عن فوضي البمالة ولخضر بورجعة أقام الوكيل الجمهورية بالطعن في النقض في الحكمين الصادرين يعني في صالحهما في تبريئتهما هذا من جهة معناها حتى لو الآن هما حرين لكنهم دائما لكنهم دائما تحت الرقابة القبائية ويعني مطلوبين للعدالة من جهة أخرى لم نرى شيئا من الوعود أو على الأقل من ملامح التي تشعر المواطن الجزائري أن هناك تغير علي بالحاج كان يمنع من صلاة الجمعة لأن يمنع من صلاة الجمعة